ايه فكرة بيع القهرباء للقطاع الخاص يعني الناس يعني الخدمات والحاجات دي مش مستساغة بالنسبة لهم يعني ان يبقى فيه شركة بتدديني القهرباء غير شركة كهرباء مصر او يعني كل الفروقة في كل محافظات فالفكرة جات منين وايه فايدتها تمام انا اسمحلي في البداية ان انا بس ابعت يعني تهنئة لفخامة الرئيس بفوز وفي الانتخابات والرسالة اللي ادها الشعب المصري بالثقة في نسبة الحضور الغير متوقعة لهذا الحد يعني فدي ثقة عالية يعني لفخامة الرئيس الحاجة التانية انت حضرتك قلت الخدمة الناس مش متوقعة الخدمة الاول الكهرباء دي هل هي سلعة ام خدمة فالكهرباء وحدة قياسها الكيلو واتسعة تمام ودي تعتبر وحدة انتاج الطاقة الكهربائية ووحدة البيع يعني الجنيه نكون دايما في التدريب اقول ايه ايه الجنيه بتاع الكهرباء هو الكيلو واتسعة فدخول القطع الخاص ده اضافة وهو قريدي كان موجود لكن المرة دي هيكون يعني اكثر يعني تفاعلة ايوه انه هيبقى متداخل اكتر وحيتحمل ويبقى شريك نجاح في مرفق الكهرباء بالنسبة للمواطن اللي هو ساكن في بيت في منزل او في شقة او غيره ده ما عندوش مشكلة لانه ما زال هيبقى في السوق اللي هو المنظم اللي هو مش هيبقى عليه اي مشكلة التحرير سوق الطاقة هيبقى في الاول على الناس اللي هي اللي هم المؤهلين المشتركين المؤهلين وهي تقريبا اللي هم مين بقى اللي هم الشركاء الصناعة مثلا مستثمرين مستثمرين وشركات كبيرة يعني المواطن العادي في بيته ومش هيتعامل مع لسه ده هذه المرحلة في المرحلة دي وحتى يعني مرحلة متاحنا خلينا اقول حضرتك ان صدر القانون رقم 87 لعام 2015 احنا اتأخرنا جدا في التحرير سوق الطاقة من 2015 والقانون صدر واللايحة التنفيذية بتاعته في 2016 وفي نفس الوقت كمان صدر قانون يعني تنظيم الغاز الطبيعي لان الاتنين مرتبطين مع بعض طبعا في اغسطس 2017 كان من هذا الوقت يعني كان متوقع ان يبقى فيه يعني تسريع للعملية الا ان نظرا يعني تخوف ولسه ممكن ما بقاش فيه يعني بيئة تشريعية كاملة او بيئة تنظيمية وكمان برضو يعني ما فيش اليومان ريسورسز او اللي هم المتدربين على هذا الامر على سوق الطاقة وتشغيله وتحرير السوق الطاقة فاتأجل لمدة 8 سنين وكمان اتأجل تاني سنتين علشان يبقى 2025 يبقى مفروض يبقى ايه داخل عندنا السوق كان من شهرين تقريبا جهاز تنظيم المرفق وهو الجهاز المسؤول عن تنظيم سوق الطاقة بما فيه التعريفة بما فيه اصدار التراخيص وفض المنازعات زي مرفق الاتصالات كده بالزابط كده وانا مش عايز المواطن يعني يخاف من الحتة دي وبذكره فيه مثال للاتصالات ايه ما احنا قلنا فعلا كده من سنة 2000 لما كان يعني اخلت شركات المحمول كل مواطن حيبقى معاه موبايل ما كناش مصدقين فيه شعار احدى الشركات يقولك المحمول فاد الجميع بزبوط كده ما كناش مصدقين ساعتها ما كناش مصدقين النهارده المواطن فيه ايه اتنين موبايل والموبايل بياخد خطين وبعدين كانت التعريفة انا فاكر بجنيه ونص ايه والموبايل نفسه ب1500 جنيه و2000 جنيه النهارده اللي هي الشريحة ايه الخط الخط النهارده اشوف ازاي دلوقتي الاتصالات بقت الديئة تمام بشوانس فنفس الكلام هيبقى على الكهرباء طيب ده الشروط بقى يعني ده يودينا للشروط بقى يعني اكيد حالك ترى ما قلت انه هم هيخشوا على شريحة معينة او على قطاع معينة ايه الشروط بقى عشان يخش القطاع الخاص هذا المجال اللي تتحطط لضبط الاداء طبعا الاول يعني اللي قدمه جهاز سنظيم المرفق الـ private to private يعني ايه قطاع خاص هيعمل محطة محطة كهرباء مطاقة نظيفة يعني سي اس بي بي في سيستم بايو جاز المحطة من الطاقة النظيفة ويند انرجي وحيبيع الطاقة بتاعته لمين لمستثمر آخر برايفت بردو اذا انت كمواطن بالعكس ده انت هيتفتح دلوقتي فرص تشغيل وموظفين واستثمارات وجذب استثمارات فالمواطن ده هنيين ومهندسين وعمال وموظفين وكل احتاج تمام بالعكس حتى لما جهاز سنظيم المرفق قال مجرد الاول تجربة هتبقى على 100 ميجا يعني احنا هستقلن هزا الرقم مفروض اعلى من كده مفروض اعلى من كده بكتير يعني لكن هما بنقولوا ايه كمرحلة نجربها لكن احنا طولنا بصراحة يعني الموضوع ده يتفتح من سنة يمكن 97 1997 وتقال ان احنا هنحرر سوق الطاقة وكنا في قرصات اعداد القادة بنتكلم وبنتجهز على ان احنا نبقى قياديين في سوق الكهرباء طلعنا معاش وهو لسه سوق الكهرباء ما تحررش فيعني معلش تأخرنا تأخرنا جامد يعني طبعا